من المنامة معي الكاتب والمحلل السياسي البحريني الدكتور عبدالله الجنيد أهلا بك دكتور معنا في ستوديو الحدث هل نتحدث عن زيارة وإن كان انطلاقا من مسألة إنسانية لكنها أيضا في واقع الحال سياسية أسأل الله صباحك سيد محمد وعبدالله الجنيد وليس دكتور دكتورة فخية تسلم مقبولة من أستاذنا عموما يتوافق صدور هذا الخبر وما نشرته في مغالي اليوم في جريدة الاتحاد الإماراتية وأنا أتكلم عن صناعة مقاربات مهما كانت هذه المقاربات الإقليمية فنحن في حاجة لها ولا يمكن تجاهل الواقع السوري ونحن لا ننخرط بشكل إيجابي في التعاطي معه سواء اتفقنا واختلفنا ولكن عملية التواصل الدبلوماسي عبر عدة قنوات أمر مطلوب وهذا ما تحتاجه المنطقة الآن وسوريا تحديدا نعم طيب عملية العمل على إعادة سوريا إلى مخيطها العربي وجامعة الدول العربية ما المطلوب يعني من الجهتين يعني كجامعة عربية وأيضا من الدولة في سوريا أولا يجب أن تعبر الجامعة العربية عن إرادة سياسية حقيقية وليس موقفا أدبيا ما هو مطلوب من سوريا هو طرح برنامج على أسس وطنية يكون توطئة لإخراج سوريا من واقعها المور فعلى الرئيس السوري أن يفهم أنه مطالب من قبل السوريين قبل قيرهم وعملية الاستسلام لواقع الفرضية التوازنات الدولية أن ذلك أمر ميعد مجديا ولا يمكن أن يستمر القبول به لا أقليميا ولا سوريا طيب أليس من الأجدر والأجدى ربما والأولى يعني الآن هو العمل على المصالحة السورية قبل مسألة العمل على إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية ليتفضل إخواننا السوريين وليبدأوا مشوارا حقيقيا وليس ماراثونات فندقية كما شهدناها خلال السنوات الماضية ما تحتاجه القوى السورية هو أن يعبد